كيف يتأتى الشيطان إلى الإنسان وأين يوسوس؟ هل في القلب أم في العقل؟ هذا ما سنتعرف عليه مشاهدية ومستمعية الكرام في حلقة جديدة من ومضة قرآنية مرحبين في بداية اللقاء بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة تدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بك السؤال الذي طرحته في صدري هذه الحلقة فضيلة الدكتور ما هي الإجابة وعليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا إن في هذه الصورة سمي الشيطان بالوسواس والوس هو صوت الحلي الخفي وتكرار الوسواس يدل على تكرار مجيء الشيطان في خفاء إذن كلمة الوسواس تدل على أن الشيطان يتأتى للإنسان في خفاء ولا يتأتى له مرة واحدة إنما يتأتى له مرارا وتكرارا لكننا السؤال كيف يتأتى الشيطان؟ الشيطان أعلن صراحة وبقوله ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم مشاكلين الملاحظ أنه ذكر أربع جهات اليمين واليسار والأمام والخلف لكنه لم يذكر الفوق والتحت لماذا لم يذكر الشيطان أنه يتأتى الإنسان من فوق أو من تحت هذا أمر يلفط الأنظار لماذا؟ لأن العبد إذا اتصل بالإلهية الفوقية المالكية الربابية من الأعلى عن طريق السجودية التحتية العبودية محال أن يتأتى له الشيطان من هاتين الجهتين ولذلك قال الشيطان لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يكن من فوقهم ومن تحتهم هذا هو إجابة السؤال الأول كيف يتأتى الشيطان؟ يبقى السؤال الثاني وهو أين يوسوس الشيطان؟ هل يوسوس الشيطان في القلب أو في العقل؟ نعم اسمح لي بأن نتعرف على الإجابة هذه في الحلقة القادمة بما شئت الله تعالى من هذا البرنامج مشاهدي الكرام إلى هنا نقول أخرى وصلنا بحضراتكم الأختام هذه الحلقة إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى دمتم في آمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته